اشتركوا في القناة العديد من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات في مختلف المحافظات لافتاً إلا أن الوزارة أعدت خطة متكاملة للوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف فضلاً عن إقامة المسابقات القرآنية للصغار والكبار وإعداد برنامج ليلة القدر وتنظيم جداول للقراء بصلاة التراويح بشتى مساجد المملكة الإسلامية بوزاعة العدوى الشرون الإسلامي والأوقاف قد أعدت برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة ومتعددة استقبالاً واستثماراً لشهر رمضان المبارك ولعل من أبرز هذه البرامج مسابقة البحرين جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم التي تجرى سنوياً وتحظى برعاية كريمة سامية من جلالة العاهل المفدى حفظه الله تعالى ورعاه أيضاً لعل من أهم البرامج برامج رمضان برنامج تراويح وبرنامج ختم القرآن الكريم والذي ستحيى به المساجد والجوامع في مملكة البحرين من التنسيق مع الأوقاف لتزويد الأوقاف والمساجد بقراء بحرينيين متقنين أصحاب أصوات ندية وجميلة حفظة أيضاً لعل من البرامج أيضاً التي تم إعدادها لهذا الشهر الفضيل برامج الوعظ والإرشاد من خلال إدارة شؤون الدينية ومن خلال عنوان وفتحت أبوابها أنشطة وعظية ومحاضرات ودروس في المساجد والجوامع والمؤسسات ودور الرعاية ودور مراكز الإصلاح والتأهيل هناك وعاض ومرشدون ومشايخ دين سيحيون هذه المؤسسات وهذه الأماكن والجوامع بالحديث عن أسرار الصيام وبالحديث عن أهمية الصلاة أيضاً لعل من البرامج أيضاً التي ستكون في شهر رمضان أعدتها الشؤون الإسلامية برنامج إحياء ليلة القدر في مساجد وجوامع المملكة وأيضاً بالحفل الختامي الخطابي الذي يكون في مركز أحمد الفاتح الإسلامي هناك مشايخ ووعاظ ومحاضرون سيحيون هذه الليلة أيضاً من البرامج التي أعدتها الوزارة هناك برامج إذاعية تتحدث عن أسرار الصيام وهناك برامج أيضاً تتحدث عن القول المبين في بيان أخطاء المصلين أيضاً من قبل مشايخ ووعاظ هناك أيضاً مسابقة قرآنية للصغار وللأطفال صوتك جميل لتشجيع الناشئة من أجل أن يقبلوا على كتاب الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر